وأيضا عرضه للبيع وبالتالي عدم لعبه في كأس العالم للأندية وده بسبب إشارة ربعة اللي عملها بعد الهدف التاني اللي أحرزه أحمد عبدالزهر مخفيش عليكم أنا شخصيا كلاعب كرة يعني سيبكم من أي حاجة تانية كلاعيب كرة صعبان علي أحمد عبدالزهر يمكن ناس كتير ممكن ما يكونش صعبان عليها عبدالزهر شايفين أنه هو غلط أنا برضو من ضمن الناس شايف أنه هو غلط ولكن ما كنتش حابب أن الموضوع يوصل لدرجة أنه هو يتبيع أو النادي الأهلي قرر بيعه وهقول لكم ليه أحمد عبدالزهر دي أول غلطة لي أول غلطة لي كان من الممكن جدا حرمانه وأنا أعرف يعني إيه حرمان لاعب من كاس عالم الأندية أنا في يوم الأيام كنت كابتن نادي الزمالك ووصلنا لكاس عالم للأندية وقعنا في مجموعة ريال مدريد في ذاك الوقت والشركة الرعية لمطولة كاس عالم للأندية فلست فعلى حظنا اتلغى كاس عالم للأندية وأنا كنت كابتن نادي الزمالك فلو كان دات لعب كنت دايما هاعد أقول في تاريخي أن أنا كنت كابتن نادي الزمالك في كاس العالم للأندية وأن النادي الزمالك هو أول فريق لعب في كاس عالم للأندية وكلام من هذا القبيل فدي قوية جدا أن أحمد عبدالزهر حلم أن يلعب كاس عالم للأندية مبلغ 300 ألف جنيه صعبين على أحمد عبدالزهر جدا في مقتبل عمره لأنه ابتدى يعني يحس بالفلوس شوية منتقل للنادي الأهلي ولكن في النهاية هذا هو عقاب النادي الأهلي على طبعا أحمد عبدالزهر وقيل أيضا من شوية عقاب لمحمد أبو تريكا بخصم 50 ألف جنيه من طبعا عقده بسبب رفضه لاستلام الميدالية والجائزة بالفوز بالبطولة الأفريقية معي على التليفون المهندس طبعا خالد الدرندلي والكابتن خالد الدرندلي كابتن خالد عوض مجلس دارة النادي الأهلي كابتن خالد إزاي حضرتك؟ ألا أخري كابتن خالد إزاي صحيتك؟